شوف الله معك والله العظيم الهم قبل أن يقع في قلبك الله علمه يا سادة إنه القلب الموجوع القلب الموجوع يا سادة أقرب إلى الله عز وجل من اللسان الفصيح يا سادة من كان مع الله وكان يلجأ لله فلا يضره ضجيج العالم الله عز وجل أحيانا يبكيك ليضحك وأحيانا يشقيك ليسعدك وأحيانا يجعلك تتعثر لتقوم وتتعلم عادة أنت يوم الضيء وتشعر بهم وغم وين تسير؟ سل نفسك يوم أنت ترى أن الدنيا سودت عليك وأظلمت وترى أن الهموم والديون تتبعك أين تذهب؟ شوف الله معك والله العظيم الهم قبل أن يقع في قلبك الله يعلم والله العظيم قبل أن تشكوك سلام عليكم البنات صباح الخير عليكم يا زينة يا شبت يا العذرات وشراكم إن شاء الله تكونوا بكامل بخير وعلى خير وصحتكم تكون لابس أنا الحمد لله في نعمة على بالي بلي طولتها عليكم لها غالب يا لبنات تراكم تعرفوا الظرف نتاعي معا لها قروسي سمعا دونك الله غالب ما قدرتش يعني ما قدرتش مع المونتاج ونفيلمي ونريح شوية وندير تحضيرات لنفاسي دونك ما قدرتش دونك عربيها حبست شوية أنا كنت نفيلمي لكم كنت نودد لكم كل شي داكور باش نكون صريحة يعني قاعد نفيلمي كل شي ولكن قلت إن شاء الله كي نريح ونكون بيان راح نخدم لهم المونتاج ونبرتاجي لهم يشوفوا كلش كلش معايا بالصح في نفس الوقت ننخدم هذو كل هذو العفايس ونبعدا مع المونتاج معايا ونبرتاجي هذو كي جاتني الصعيبة يا لبنات كي ما راكم تقرأوا في عنوان الفيديو تاع اليوم سيكون روتين متنوع روتين فيه من كل شاشفية راي نوري لكم هنا يا بديت سبيغة لهذا الشمبرة راح تكون الشمبرة تاع البيبي إذا كتب ربي إن شاء الله هذو ما عجبتنيش لكلوري متاعها هذو كي الحب تاع الفير بيستاش معجبنيش كامل كامل حبيت نبدله بالنسبة للبنات اللي راهم يسقسيوني كيف شاركي عايشة اكي عايشة في إيطاج واحدك ولا راكي ملتاحت ولا مع عجوزتك شوفوا راني سكنا مع أهل الزوج رانا فيه أربعة أنا وزوجي والشيخي وعجوزتي هما شمبرة هم ملتاحت وانا لشمبرة تاعي من الفوق من الفوق عندي غير الشمبرة ومن تحت عندي الكوزينة الصالون الزوجي الشنابر واحدة التعاشيخي وعجوزتي واحدة هذو الصغيرة اللي وريدها لكم راح نديرها غرفة على البيبي على فيامة الأولى تعان فاسيتو ما نقدرش نكون طالعها بتاع الشمبرة التاعي للفوق لنبقى في هذه الشمبرة اللي من التحت ومثل هذه هي اللي راح تساعدني قريبا للكوزينة للصال وعلى جلغاشي على بلكم المهم الحالة كيفاه مع نفس لنبقى على بها راني حبيت نبدلها ونديرها الشمبرة تاع البيبي بسحكي بارتاجيتها معاكم في الانستغرام كين اللي قالوا لي ما تقولي لي شباك راح تديري للبيبي واحد ويرقد واحد لا لا البنات بينا بلي انا ثاني راح نكون في هاد الشمبرة جوست خيرتها اخاطرش قدلكم راهي قريبة هنا يا راهي من التحت ما نقدرش في اليامات الاولى نكون طالعوها بطال الشمبرة التاعي شوفوا يا البنات هاد الروتين كان روتين تحت الويكند بديتها لكم يعني من نهار الخميس العشية كي جاء الزوج وقضاء لهذيك الشمبرة جبلها البنتور هذو كل بيديونات الصغر اللي شفتوهم في اول الفيديو كين فيها البنتور كين فيها الفيكساتور تتفاصن شراء كامل الحاجة اللي راح يسحقهم وبعدها في الخميس العشية بدأ دلها الفيكساتور هذك باش يغطي الفيغ باش كينوض الجمعة ان شاء الله راح يبدأ البنتور هادي هي هني قاعدة نكمل معاكم اللاغوتين نهار الجمعة واش طيبته واش وجدت كان في خاطري تاجين تاع الجلبانه وبينشور غسلت التاجين تاعي وراني جبته باش اندير هذو التاجين اه دوك راح نوريلكم كامل لزنغرديون اللي استخدمتهم اه عندي حبة بصلا رابيتها عندي لكويس عندي لطماطيش مع الثوم عندي جلبانه وزرودية وليزيبيس قدرت تكمون وملح اه شوية فلفل كحل شوية راس الحانوت لزيبيس تاع الجاج وشوية كوركم اه قلته اه هذي هي واجبته هنا يا لامارغارين مع الزيت ذوك راح نمسح قبل تاجين تاعي باش اغسلته راح يبين ضاير راح مغسول راح نمسحه ومبعده ندير شوية زيت زيتون مع لامارغارين نخليهم يسخنوا ونحط لكويس تاعيبه تتقلالي وكي ما شفتو يا البنات بميسور انا سرعت لكم الفيديو باش ما تخرجش طويلة كتقلت لي هذيك الكويس زيت البصل مع الطماطيش والثوم درت شوية الحشيش ومبعده درت ليزيبيس وزرودية تاعي راح نخلي كل يتقلى اه تقضوا تديرو هكا شوية ما باش يتقلالكم وتخليوها في غرضو على بلكم تاجين لازم تنقصوه هكا باش ما يبطل تقلكمش انا نقصوه خليته يطيب في غرضو شوفو الهنا يا كي تقلى لي كلش راح نزيد الجلبان التاعي ثاني راح نخليها تتقلى ونديرو شوية الماء ونخلي كل شي طيب في غرضو وفي جهة واحد اخرى يالبنات جبدت الفلفل تاعي بعد ما شويتو درتو فليسه في الساشي تاع بلاستيك باش هذيك يعني القشرة تروح وحدها ايا بديت نقشوه وبعدها راح ان نرحيه ولا تقطعوه شوية شوية بالموس كل واحد كيفاش يحب هنا يا الحميس هنا يبينشور نقصوه كامل هذيك الزريعة يا لبنات انا ما نحبش الزريعة وديجا ماشي مليح للكور تعنا هذيك الزريعة دونك خليو غير شوية ها كافي هذي عمال اللي يحب ويشوفوه بالزريعة بس كامل واحد كيفاش يحب الحميس انتاعو وفي جهة واحد اخرى هنا يا للموسيو راح خرج وجبلنا الحوت يعني ما كونتش دارة في بيل ما كونتش على بلي باللي راح يزيد ثاني الحوت بس احكي خرج مع بابا هيتو اتشاها والحوت ولا شافوه لما على بليش حتى حتى تدخلي بالحوت قلت له على بالك راح غسلو وديرو مارينيه وجبت الارفراير وطيبو خليني في غرضي خليني نكمل شغلي اصلا انا ماشي منو علي اللي تحبزها في الحوت دونك مثلا ما نخدمو ما ناكلوه لولا يا لبنت بعد ما طبليت طاجين تاعي هذي كلا كويس جبت الارفراير خليتها باش تتقريالي شوية ونحيها وطيبو ثاني بطاطا مقلية تحت هذه غوندل شبحت به الطاجين تاعي المهم ونبعدا تشوفوا كيفية تقديم كيفية تاديج كبيرة ما رأيتها من السلوات الملحة هي الا ادخل الجبه كيفية تحبز الارفراير افزيل بالقبط جلبانة بعدما طبط لي cafربها في الوسط بعض هذه الاشاوز التي قررتها هذه المشكلة وهو المهم 해� raid لحميز ثاني صالات وهذا الاشاوز الذي يحصل المونسيو بدأتس س Gothic وهو البته ажу shameless سورتو نهار الجماعات المو يقع درجلي في الدر نحبها كأن نحب يعني ناكلوا كيف كيف وناكلوا حاجة مليحة نديركاش تاجين ولا نديركاش شروسات مليحة رغم نكونو هكام جماعين كامل ماشي كما اللي يجعوني واحد اخرين هو يكون خدام يعني يأكل في الخدمة لذلك ما نقدرش بصح نهار الجماعات نحب هذي اللمه بعد هنا اوليت لكم الشومبرة اولا ليها باش يكملها بدأ بالبسقف انتعها راح يعود له كامل دجا راهو كاي دجا من الاول هو في البلون بصح على بلكم عاليت شيتو بسك الابنشورتاعو كانت قديمة دونك بدأ بسقف بنسبة لكولور اللي درناها درنا لقري وخرجتي البلونت بزاف هايلات وتفاصوا خليكم للاخر تشوفوا الريزولتاع فينال كيفاش خرج هنا يراكم تشوفوا في خويا ثاني وبعدها جا باش يعاونوا فيها ما القري يعني هذي شومبرة صغيرة مما تشتش بزاف اليد بساحة ذاك نهار اخويا كان قاعد في الدار وجا عاونوا شوية كما راكم تشوفوا ومن بعد تلك البنات نراني نفيلمي لكم غير هكا مقطع طافات من اللاجوني هذيك يعني خليتهم يكملوا في الشومبرة وانا جيت باش نوجد لهم حاجة نشربوا بها القهوة على العشية ودي سيديت باش ندير لي ما دلات عشي كولا ايا دخلت للكوزينة وتحزمت قلت راح نديرهم وخلاص مالقري كنت تعيينة شوية بصح معليش قلت بما انو كاي نخويا يدو مع الجماعة كاينا رجلي وطرح نشربوا القهوة كيف كيف أيها كيما راكم تشوفوا جبد ثلاثة أحبت بيضلة هذه القواس الطاج وغ goes past which you because I've built with the gun لا اجل اعبوها راح نعاودها على بارش راح نشفوا الفيديو الن ثانية 것으로 ثم نضيف قرصة ملح و لافاني و نضيف نصف سكر و نضيف ملح ثم 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 نضيف وبعد بديت هنا ايه ندير في الفارينة درت الكاس الاول ودرت باكي او نص تعالى اليوجوغ الشيميك ليسانسيال انا اغربلت كل شيء البنات حكا باش يخرج للخالط انتاعي خفيف اه اه هنا ايه في الاول كنت راح ندير برك كاس و نص تعالى فارينة وبعدها شفت هاك شغل خفيفة شوية وزدت النص الاخر يعني قدرت زود كيسا بصح تقدروا تخليوها بكاس و نص على حسب الفارينة الي عندكم كمبلت توجوغ بالباتر خلطها بيا كما راكم تشوفوا و بديت نفرغها في المولتاعي تعلي مادلة بعد ما درت له كامل الكيسات اه دتها هاك في حاج يعني اللي نقدر نفرغ عليها الاز كما راكم تشوفوا اه يعني ما ما تعمروه مش بزاف هذو كلي كيسات بس كرايحين اتنفخوا اه بصح انا حسيت يعني لو كان غير زدت همرتهم شوية بس كتنفخوا لي يعني هذك النفخ يعني موين برك اتنفخوا ليش هكا بزاف بزاف يعباش يخرجوا لي للفوق هكا شوفوا كيفاش تنفخوا لي هالك هنيا بعد ما طابوا لي درت لهوم كون فيتور ونواد كوكو يعني تنفخوا لي اه سامبل نعمال بصح اللي راهم حابين يتنفخوا لهم بلوس يخرجوا هكا للفوق بومبي اه يعمرو شوية لكيسة انتواهم ايا هنيا كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت وطيبت الحليب طيبت القهوة وجد سني والداعيم هكا باش نعيط لهم باش يجوا يشربوا القهوة وثاني كان عندي الكيك هكا بقالي بقول يحبي بتاع الكيك ثاني احطيتهم بالنسبة لهذا مطلع تعزيت ماما حبيبتي هي اللي بعثته ولي راح نقولها مغسين فيني مو على بلها بلها بلي نحب ورجلي ثاني متعليه ذونك بعثتلي شوية مع اخويا ايا حطيت كلش اه ولا دكا راح نجو نستقع ذوكو لهنا احبيت نقسم لكم واحده باش تشوفوا القوامة تاها في الداخل كيفاش جاي خفيفة وطرية اه كيش والله هي جاي مش شربة يا البنات بصح انا مش شربته هاش كامل كما شفتوا ما كترتش باززاف الفارينا سيوا يعني ديروا القوام مشي ثقيل باززاف وماشي اخفيف يعني كما نديروا ليموسكوتولا قل شوي على ليموسكوتولا باش يخرجوا لكم خفاف وطرية شوفوا هنا يراي نقطعها لكم بالمغرف باش شوفوا شحال راهي خفيفة وطرية شوفوا البنات شوفوا ليلى الشامبخ بدت تتباني الحالة شوفوا ما زل هذا راح يغلقوا بس كالكين لجا هنا يكليماتيزور هنا هي بلاستاع التليفيزيون ما زل هذا شوفوا الحالة راحنا نديرو للابينتور ما زل هذا ما في الارض ما زل بالمسبة لهذه شوفوا واش دارلي دارلي هذا بزاف عجبني دارو في القري دارو هكا سير داير طاقة ستمنع والضب ووش راح ناقول لكم يا زينات تتفاصن لماذا زل ما تدركت ابوني تدار ابوني تكتيفي لك روش هكا باش تشوفوا معايا كل في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نكمل لكم هاد الاشامبغ نحط لها سرير تقصر ثانية راح نكمل طاقة ندير لها بنتور والباب ثاني تتفاصل بعد ان شاء الله رايحين تشوفوها كامل معايا وهذه هي الفيديو ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم وما تنسوش تخليوا ليجام وكمونتر شباب وتابونيوا في الانستغرام تهلوا بزبزفر وحتيكم الى الفيديو القادم ان شاء الله ودمتم في رعاية الله وحفظه باي باي